أجلس أجلس استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع هو توصيف الأدق الذي أطلقته منظمة العفو الدولية في معرض تعليقها على أحدث شرائم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي تمارسها ميليشيا الحوث الإنقلابية بحق المدنيين الأبرياء وفي طليعتهم الناشطون السياسيون والأكاديميون بعد أن اصدرت هذه الميليشيا بحق ثلاثين منهم أحكاما بالإعدام ستة وثلاثون ناشطا سياسيا وأكاديميا بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب والقياد في حزب التجمع الليمني للإصلاح نصر السلام عاشوا سنوات صعبة في سجون الميليشيا تحت أسوأ ظروف الترهيب والتعذيب والعزل والإخفاء القسري قبل أن ينتهي مصير ثلاثين منهم إلى أحكام بالإعدام تهدد الميليشيا بتنفيذها خلال خمسة عشر يوما واجه المشمولون بالإعدام تهما بالتجسس لصالح من تسميها الميليشيا دول العدوان في وقت لم يكن بوسع هؤلاء سوى تقبل العيش في ظل ديكتاتورية غاشمة قتلت الأبرياء وفجرت المنازل والمساجد والمدارس والجامعات وسياق معركة ذات أبعاد طائفية لترسيخ سلطة أمر واقع في صنعاء والمحافظات التي تخضع للحوثيين منظمة العفو الدولية وصفت هذه الأحكام بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وبأنها جزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء فيما يمثل استهزاء بالعدالة وتأكيدا على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق العدالة وطالبت المنظمة بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين على الفور رئيس منظمة سامر الحقوق والحريات ومقارها جنيف توفق الحميدي اعتبر في بيان صادر على المنظمة أن هذه الأحكام منعدمة قانونيا لأنها صادرت عن محكمة سبق أن صادر قرار ببطلانها من قبل مجلس القضاء الأعلى الشرعي المعترف به دوليا ولفت إلى أن المشمولين بهذه الأحكام عاشوا سنة ونصف قيد الإخفاء القسري خلال فترة الاعتقال المتد منذ عام 2015 الأهم في هذه القضية أن المشمولين بأحكام الإعدام الباطلة هم من بين المشمولين في قوائم تبادل المختطفين والمعتقلين والأسرى التي توصلت الحكومة والميليشيا بشأنهم إلى تفاهم تضمنه اتفاق السويد أمر يدعو إلى التساؤل بشأن ما يتعين على المبعوث الأممي عمله لإيقاف هذه الأحكام منعدمة الصفة القانونية التي تهدد حياة ثلاثين معتقلا بالإعدام بتهم سياسية كيدية تؤشر إلى المستقبل القاتم الذي ينتظر اليمن في ظل هذا العبث منقطع النظير